مرحبا، أنا آية سعيد وقبل أربع سنين سجلت شركة بالأردن مريت بتجارب كتيرة حبينا أنا وبنك الاتحاد نلخص لكم ياها ونشاركها معكم فعشان هيك أطلقنا بودكاست مالك بأعمالك وأعدنا مع خبراء ساعدونا نتعمق بهاي المواضيع اللي كل رياضي لازم يكون على علم فيها تقدروا تتابعونا على منصات البودكاست وعلى اليوتيوب تشانيل بتاعت بنك الاتحاد مرحبا أهلا وسهلا كيفكم؟ أهلا كثير مبسوطة أنه إحنا اليوم معكم بهذا البودكاست حابة أعرف عنكم بسرعة نديم كيالي محامي شركات خبير وغني عن التعريف مرحبا جدا أهلا وسهلا فيكم شكرا لك على معنا شكرا لك لدينا لما فواز من أنشط دعمين الرواد في الأردن شكرا لك وخبيرة بالاستثمار والأعمال التي تتعلق بالمال اليوم رح نحكي عن رحلة الرواد من منظور مالي وقانوني فرح أسألكم شوية أسئلة نحكي شوية نصائح لنا إياها للي حابب يأسس شركة أو أسس شركة وعنده شركة صغيرة أو متوسطة فحبل الشيكة سؤال للماء كيف ممكن رواد الأعمال يديروا ميزانياتهم الأولية بشكل فعال عشان يضمنوا النمو المستدام هو أول شيء مبدئين يقتنعوا أنهم يعملوا الفينانشلز عادة الستارتاب أول ما يبلشوا منقولهم أنه لازم يبلشوا الفينانشلز من دي وان فيه رزيستنس دايماً بيحاولوا يقول لك أنه طب هذا مش بريوريتي نمبر وان خلينا نمشي في البرودكت نمشي في المنتج للأسوأ بعدين ننتبه على الفينانشلز لدينا كثير مشكلة أنهم بالنسبة إليهم بأجلوا هاي الستارتاب فالستارتاب نمبر وان أنه لازم من دي وان حطوا أكاونتين شاطر جيبوا أكاونتينج سيستم بلشوا حطوا كل أرقامكم عشان مش عشان أي شيء عشان تتعلموا من الأرقام أنت كيف تكتعرف الإكسبنس تبعونك إذا ما حطيتهم حتى لو كان على إكسل شيت مو ضروري يكون فيه إشي من أولها من دي وان فلما يعني لازم يوقعوا عشان يفهموا أنه هذا إشي كتير كتير ضروري طب وخلينا نحكي أنه هم بدهم يأخذوا هاي الخطوة فيه هيك استراتيجيات يتبعوها عشان يتأكدوا أنه من أولها هاي الميزانية مثلاً أو هاي الأرقام الجابية اسمعي كمان يعني كمان هلأ اليوم مش زي زمان كل المنظومة بتساعدهم في حاضنات فيه مصرعات فيه بنوك كلهم بيساعدوهم هي وين مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه بيش بقول لك البجت هذا اللي بياخدني أحط محاسب أو كذا أنا ما بدي أحط له بجت ما بدي أدفع له مش مهم فأول شيء يبلش بأنه يعين أكاونتنت يجيب فواتير يشتغل صح ما يشتغل زي كأنه إنها ستارت أب فا مو مهم بيفكروا بالبرودكت وعم بيفكروا بالمنتج وكيف أنا بدي أطور الفكرة وكذا ومش سائل يعني يمكن ينجح المشروع يمكن ما ينجح يمكن كذا مش سائل لا بتنظيم أوراقه المالية ولا القانونية بس هداك اليوم كنت مع رجل أعمال كبير كثير يعني عنده ما شاء الله يعني كونغلومرت فقاد عم بحكي مع هذا عن واحدة من ستين شركة يمكن أقول له باي ذوي آه شريكك فيها عنده سبعة بالمية بقول لي لا عنده تسعة بقول لي أنا مش مهم أنا بنتأكد بقول لي لا عنده تسعة بالمية هذا وقام وطلع وراء وراء حيط خزاين مشي مشي للخزانة فتح الخزانة طلع الملف حط الوراء فتح زي الروبوت بس هي نيو الوراء وين الدقيقة اللي بتورجي إداعي البنكي تاح هديك الشركة فحتى لو ما عنده أكاونت فقط حفظ الأوراق وترتيب الأوراق لكي يمكن أن تفعل الأكاونتنج والترتيب الأوراق لتأكد أنه مهم جميعا وعادةً بسبب الشباب أو الشباب يكونوا قاعدين عم بشتغلوا على المشروع ما عم بفكروا بهاي الأولويات فقط على أكاونتنج الترتيب الأوراق هو مهم جميعاً وكما أضيف أنه مرات كتير بتأخروا لأصلاً يفتحوا حساب البنك بتلاقي أنه هو بلش شغل وطلع المنتج من حساب الخاص وبعدين تذكروا أنه أوكي هلأ لازم أطلع رخصة مهن هلأ لازم طبعاً في ريادين ترى شو بيعملوا؟ إنه بيدفع رواتب لموظفينهم إذا أخذ استثمار من جهة بروح بيسحب المصاري بصير يوزع لهم كاش طب نقول لهم ما هو يعني كيف أنت بدك يعني هاي شركة بطل مثلاً مشروع تخرج هاي شركة حتى لو مش مسجلها في عندك براكتسز بدها تصير من دي وان صحيح طيب نديم عصيرة القانون أيها إيش هي المتطلبات القانونية اللازم يكونوا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على علم فيها قبل ما يخوضوا التجربة أو يبلشوا بالشغل يعني اسمع صراحة باعتمد على المشروع وبيعتمد على المجال اللي بيشتغلوا فيه رايت فيعني فيه متطلبات مختلفة حسب نطاق العمل بس لازم يكونوا يعرفوا بقانون الشركات ولازم يعرفوا إيش متطلب تسجيل شركة وإيش فرق نوع شركة عن نوع شركة آخر مثلاً فيه كتير ناس بيشتغلوا أول شيء بيسمهم الفردي أو بيشتغلوا بمؤسسة مثلاً شركة تضامن اللي هي very easy to register بس عليها تبعية شخصية فلازم يعرفوا الفرق بينها وبين ذات مسؤولية محدودة مساهمة خاصة عشان يعرفوا إيش الخيار اللي يتخدوه فهذا مهم اتنين باعرف رح تحكوا مع تاكس بس كتير مع تاكس كونسولتينت بس كتير مهم جوانب الضريبية ضريبة مبيعات ضريبة دخل يفهموا أتليست إيش العالم اللي يداخلين فيه وليش ضروري يحفظ الأوراق وليش ضروري تهاب أكاونس بكوز فيه تبعات لهذا الإشي قانون العمل والعمال كتير مهم قانون الضمان الاجتماعي كتير مهم يعني هدول الإشياء اللي ريلي بتأثر ويمكن كمان إيش التاني اللي هو بقول يفهموا متطلبات رخصة المهن وهذا في شركات تقدر تعمل من البيت في سوهو هاي الwork from home بس رخصة المهن كمان مهمة أتليست لا يقدر واحد يبدأ يشتغل ويباشر أعماله وبعدين لابد من استشارة محامي في أبو والطريق لفهم إيش الإطار القانوني اللي بحكم هذا العمل وبعدين يوكن دن يقرر قدي بدي يستثمر في الموضوع بس الاستشارة محامي في نقطة البداية مهمة بسمي تعقيمة أنا أحكيه كثير من الشركات اللي مروا علينا إنه بقول لك لأنا بس أشجل لحالي وبحط غايات على راسي بعدين بحط غايات بيصير عليه أو إشي إنه هو عمل عملية مش بفوضي عملها هاي الغاية مش موجودة فكثير مهم إنه يحكي مع محامي أجن ما بيكون الpriority تبعتم لازم يكون أولويتهم فبتحسوا إنه هي لازم تكون أول خطوة أجن هو كثير صعب عشان الرياء يعني مرات الفكرة بتتطور معه أو مرات أو محا أو مرات الواحد بكونش عارف حاله وين رايح بس لابد من الواحد يعني يعمل هلث تشيك قانوني ومالي في بداية الطريقة عشان التنظيف كثير أصعب بعدين يعني going back and cleaning up is much harder than الواحد يعرف إيش إله وإيش عليه من أولها طيب وسؤال لكم التنين شو هي العقبات المالية أو القانونية يلي بيواجهوها الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيف ممكن يتجنبوها أو يخففوا منها إحنا بالنسبة لنا أكتر إشي مهم الكاشف لو شو بيصير إنه مدخلات اللي بيدخل عليهم المصاري وبيطلع منهم ما في ماتشينج ما بيش تغلوها هيك فلأنهم مش من الزمين ولأنهم ما عندهم وراءهم بيجي بيقول لك آه بس أنا بطل عندي رواتب أدفع آخر شهر هذا الشهر فإذا أنا ما حدا بيساعدني رح أوقع فكتير نسب الفشل تعود إلى موضوع إنه ما بيعرفوا ما عندهم وراء ما عندهم ديسجن ميكينج على الكاشف لو تبعهم لأنهم ما بيعرفوا ما عندهم إحنا داما بنقول لهم اعملوا برويجيشنز اعملوا خمسة سنين لأدام كتير من الريادين بيقول لنا إنه مش معقول يعني إذا أنا بعرف شوه سيصير من هون لخمسة سنين يعني يعني عمين بيزنس فمنقول لهم طب أنا رح يتغير الخمسة سنين هدول كل شهر هيتغير بس لازم يكون عندك بلان عشان تشوف عليه إيش عم بيصير عشان تشوف اكتشول بيرسس البلان وتغير ديسجنز على أساسها فالكاشف لو أنا بقول من أسباب يعني اللي بيتموت لستارتبس من أولها بعدم المعرفة تبعي أكبر عقبة الواحد إذا بعرف يمكن ديل وذت يعني إيش ما بيجو قدامك إذا أنت على علم إيش اللي عم بتواجهي يمكن ديل وذت فواحد عدم المعرفة للمتطلبات القانونية مهم اتنين عدم تنظيم الأمور يعني العلاقة بين الشركة إيش هي العلاقة مع الموظفين إيش هي العلاقة مع المنتج إيش هي لمين الـ IP لمين الـ product مين بملكه عشان كتير مرات ببدأ أنا وما عنه ماهم يجي ونشتغلوا كذا ومش لا مواقعين اتفاقية بين بعض ولا مبين مين اللي مول المشروع ولا لمين بملك الحق بالمنتج شو علاقتنا مع بعض الشركة فجأة بنجح المشروع الواحد بيصير وقتيها بده ينظم أموره بتأخر فعدم التنظيم I think مهم مع الموظفين ومع المنتج Access to know how is important عشان كتير ناس ولكتب أنا عمي في مين في محامي فاضي ليقعد معي ولا كذا اللي حكت لما مظبوط اليوم الحاضنات يعني فيه كتير اليوم ناس مستعدين يساعدوا منترز إذا بيتروح لكتير من من البي سي أو ستارت أب سابورت كميونيتي في منترز جاهزين يعدوا أنا ياما عادت مع ستارت أب استعمناهم بالأول ففي ناس بس بدك تسعى تحاول أنت يعني جهد الشخص الفردي أنه يروح هو يدور على ناس تساعده كتير مهم وفي ناس موجودين هاي قصة أنك ما تعرف حقوقك ليقلي بين الشركة كتير بتصير مشكلة يعني إذا أعطيكي رقم اثنين أول واحد كاشف له بيفشلوا الشركات رقم اثنين هو الرياضيين بتخانقوا لأنه ما حدا عارف هذا حق مين هذا كله كمان ليقل بالنهاية يعني إذا ما حلوه من الأولها وعارفينوا حقوقهم كمان بتوقع أنا متفرغ أنا مش متفرغ أنا دافع أنت مش دافع أنا ما يعني كل هاي الأمور لازم تكون واضحة شو علي وشو إلي يعني مهم كتير أكيد طب شو بتنصحوا الرياضيين أو مش الرياضيين إيش بتنصحوا الأفراد اللي حابين يأخذوا الخطوة ويصيروا رياضيين ويستثمروا جهد ويبنوا شركات بس بيتلاقوا أنه عندهم خوف وهذا الخوف بيجي من تخوف مالي أو قانوني إيش نقصح نصائحكم إليهم ممكن يعني تشجعهم أو أنه تساعدهم يأخذوا الخطوة أسرع أنا ما ألتقيت برياضي خايف من المواضيع حي بيكون خايف من المنتج نفسه وأنه يقدر يعني يجيب استثمار بس عادة يريد يخافوا شوي يمكن الخوف يجعلهم يأخذوا ستبس لأدام أنه كمان إحنا عم نحكي عن ستارتبس بس إحنا في شركات بتكون قائمة لما تكبر الشركة بيكون عندهم محاسب بقدرة معينة لنقول تكبر الشركة ويبطل يقدر يستوعب هذا الحكي وما بيأخذوا أكشن فبرضو كمان الشركات اللي بتكون سمول وميدل لازم كمان يعملوا أنه في سكيلسة مختلف لكل ستاج بالشركة فما بحرف أنا يعني بالنسبة إلي إذا لقيت ريادي خايف بالحكس I think إنه he's in the right path تعرفي إنه يمكن الناس بتخاف أو بتنقذ من هاي الموضيع فبتهرب منها إنه أنا عمي أنا تقني أو أنا فني فأنا ما تدخلني بهذا العالم أو it's overwhelming أو أنا ما بدي أفوق يعني ما تعجقني بهالقصص الموضوع أبسط من ما بيبين لما تعرفوا تعرفوا على البكير كتير بيساعد اقرأوا وهداك اليوم أكشلي عم بحكي كنت مع ناس يعني شركة بطلت حتى متوسطة يمكن يعني بدت شركة ريادية وكانت بأويسس وكبرت وماشاء الله وهلأ عندها وجود إقليمي فعندهم موضوع على عقد الشراك اللي بموقعينه مع المستثمرين وهي أنا كتير اتفجأت إنه المدير التنفيذي لهاي الشركة مش فاهم العقد طبع كيف موقعينه وكيف أنت توقع إشي أنت مش فاهمه ومش فاهم شو إليك وشو عليك يعني هذا كتير مهم عشان يعني بنتبه كتير من الرياديين بوقعوا مع مستثمرين أوكي عطيني يلا عطيني مصار أوكي أوكي طب أنت فاهم شو الموقع عليه كتير مهم الشخص يكون قارئ وفاهم ومستوعب على البكير وهو مش معقد وإذا مش فاهم زي أي شي تاني يعني بس كتير مهم الواحد يكون على إطلاع تام على كل الوثائق وفاهم ومش على المظرة يعني إذا أنا بفم بالقانون أحد بس تار في كتير في ريسورس هلال إنترنت كمان يعني بطل في حجة مية بالمية كتير في مرشدين بقدر يتعامل مع بنك الاتحادي ساعده ماليا كيف كيف يحضر حاله يعني في كتير كتير لأ زمان قبل عشرين سنة ما كان في عنا هذا ما كان عندنا شوية نظري بس ما عندك هدول كل هال المرشدين اللي ساعدوك يعني الريادي اللي ناوي بيلاقي مش صعب إنه يلاقي حدا يساعده حتى بأسعار بنيحة ياخد إرشاد على كيف يحط الفاينانشلز وإحنا كتير نساعدهم نعطيهم كل التمبلات حتى على الوебسايت يعني كتير في ويبسايت فري تولز بيكونوا مية بالمية وأنا بشهد على هذا الموضوع لما أسست شركة نديم كان من أول داعم بيشرجي بيشرجي جاوي جاوي طيب هذا يعني بجيبني لسؤال ثاني على موضوع دعم الرواد وكيف ممكن يوصلوا لمنصات أو مؤسسات تساعدهم عندكم أي تيبس أو نصائح أو حتى لو بتقدروا يعني توجهونا لمؤسسات معينة يعني حكيتي بنك الاتحاد راحوا على بنك الاتحاد إيش ممكن يعملوا أو يطلبوا شوفي خليني أحكي لك إحنا كثير بيجي لدينا ريادين كثير منصحهم كيف يأسس الشركة ونتعامل مع محمين إحنا ما منفتي ونتعامل مع إحنا يعني بالتيم فاينانس عنا قوي فمنساعدهم بالفاينانس ونقول إحنا مش جايين عليكم نظريا إحنا مر علينا آلاف الشركات وتعلمنا وحللنا مش تعلمنا حللنا ليش هاي الشركة فشلت وليش هاي الشركة فشلت عم بحكي لك آلاف آية فإحنا تعلمنا منهم يعني إحنا السطارتوب هم اللي علمونا فلما يجي نقول لك استعمل هاي التمبلات استعمل هذا المرشد احكي معه فلان احكي معه صدقنا إحنا عم نحكي من كتير من الشركات إحنا عنا 70% failure rate لكاش flow mismanagement بس فهو هذا السبب الرئيسي كتير في ناس يساعدوك اسأل يعني اليوم كتير أسهل من قبل عشر سنين أو قبل خمسة عشر سنة اليوم في عندك أويستس 500 في عندك بيوند كابتل في البنك يعني وين ما تروحي بتشوف اليوم في اهتمام بالأساميز اللي ما كان حد سائل بصراحة قبل وهلأ حتى على مستوى وطني في تفاهم تهم انه اساميز هم محرك التوظيف بالبلد يعني احنا الاقتصاد الوطني مبني على اساميز وهذا جانب كتير مهم من مشكلة التوظيف اللي عندنا في الأردن ففي موارد موجودة كتير المؤسسات هاي عندهم شبكات واسعة في جميع المجالات وبقدروا هم يشبكوكم مع مرشدين يساعدوكم ومعظم المرشدين بصراحة بحبوا يساعدوا الناس بتحب تساعد خاصة بأولها لأ وين عشان واحد يكون صادق مع الكل كمان يعني مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة بس بالآخر يعني الكل بيشتغل والكل عنده بس ندي مفرق لما أجيب لك واحد عارف شو السؤال طبعا مش فوضى صاحب جاي أو عامل درسه أكيد أكيد وأسهل كتير الجاوبي ويفيل أنه أنت عم بتساعد إشي له عنده إجرين يعني مية بالمية وإنت كمان يعني بمكتب المحامة بحس بتحطوا هيك أهداف أنه بدكم تدعموا الرياضيين طبعا فبشوف إنكم دائما تبعتوا موظفين مثلا يلقوا ورشات عمل على مثلا قواعد المعلومات المالية القانونية لا بصراحة إحنا يعني إحنا يعني دائما بحكي كمحامين الواحد صعب يعني 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 لما واحد يكون دكتور والله بنقذ طفل مريض أو بعمل عملية ناشحة بتشوفي النتائج قدام ملموسة كتير أكتر ملموسة فواحد من الشغلات اللي إحنا منفكر فيها دائما إنه إحنا نعطي المجتمع أو بنخدم مجتمعنا من إنه نساعد هالشباب والشابات في مشاريعهم وإحنا مش يعني مكتب غير عن غيرنا يعني معظم الزملاء اللي أنا بعرفهم دائما جايزين يساعدهم بصراحة يعني إحنا بأولادي يسألوني شو بتعمل بقولهم أنا بساعد الناس تحل مشاكلها كثير صعب تار كثير صعب جاوبي أنا شو بعمل بس غير إذا تصوات ودو إحنا كمحامين بنساعد الناس تحل مشاكلها فأحلم علي أنا آجي لمشروع جديد أنرجي حلوة شاب أو شاب جاي عندهم شغف لمنتج ويطلب مني أساعدهم أهلا وسهلا بالأكس وزاي ما حكت لما المهم أنه لما ييجوا عشان بدهم هاي المساعدة وبدهم وقت أنه يكونوا مقدرين هذا الإشي فييجوا جاهزين طبعا مرات أنا بحكي إنه إذا أعطيهم حافظ إنهم ينظموا أمورهم من دي وان رح أعجي أربطه بقبلية إنه المستثمرين يعطيكم انفستمنت وفندنج عشان مستثمر يفتح جيبته يعطيك مصاري بده يكون أمورك بالسليم عشان يكون أمورك بالسليم من يوم الأول بدك تبلش تحط إشياء فأنا بقول أوكي ممكن مش مختنع رح أقنعه بطريقة إنه إذا بدك تستقطب استثمار لاحق بدك تضبط أمورك وبتصير شوي شوي بتصير جزء من الدي انا بصير يشوف الفاليو أنه تنظف فيه شغلة فكرت فيها وإحنا عم نحكي عن الأمور القانونية بحس لما رحت أول مرة أحكي مع المحامي ما كنت كتير صادقة يعني كنت كأني عم بحكي عم ببيع حلم ما عم ببيع واقع وتعلمت عشان هو مول مستثمر وهو مش حدا مضطر يشتري الحلم اتعلمت بعد ما أسسنا الشركة وغايات الشركة وكل الأمور القانونية إنه لو أنا جد كنت كتير عم بحكي مع المحامي بشفافية كأنه هو شريكي كان ممكن أسسنا شركة مختلفة عشان أنا بعته الشركة اللي بطمح أوصلها مش الشركة الواقع اليوم فبتحس هاد إشي بس أنا بعمل لا لا بالعكس حلو وما عمري فكرت فيها هيك صراحة بس بس مضبوط عشان الكل يعني ما بيكشف كل وراءه وكتير مرات إحنا يعني بيشوفي لما تبدي تشتغلي طب في هذا الموضوع طب لو قلت اللي كان على جناب موضوع بطريقة تانية يعني يعني بيجي بنط ببينه وبصراحة يعني على هذا الموضوع اللي كنا نحك فيه لما ييجي مستثمر رح يلاقي كل الشغلات يعني هذا كله رح يبين فكل ما الواحد علجهم ببكير وبطريقة منظمة أسهل رح يكون تسويق الشركة كتير أحصل إن لما أنا آجي كمحامي أو كمستثمر مالي أطلع على شركة هل هي جاهزة للاستثمار وألاقي ملفاتها جاهزة وملفاتها نظيفة ومعالجين هاي المشكلة ومعالجين هاي المشكلة بقول آه أوكي هذولا لا بستثمر فيهم بس لما أفوت وألاقيها فاوضة ومش جاهزين بقول لك لا يا عمي بديه ستة شهر لا ينظف قبل ما أنا أبدأ أدخل مية بالمية بس على بوينت آية يعني أنت لو يأتي عندك واحد بيقول لك إنه هون أنا وهذا حلمي أسهل له يساعدك بالشركة أصلا إذا عرف البيك دريم بقدر يساعدك إنه طب اليوم منه نسجل هاي الطريقة بكرة منغير هاي الطريقة أسهل يعني هو شريك رح يكبر معي أو حيضله المحامي لأنا بشتغل معه لسنين وهم كلهم رح يستمروا بنجاحك عشان هم طموحهم إنك تكبروا يتنجحوا ويستفيدوا لاتر كمستشار مالي أو ضريبي أو قانوني يعني كل في نجاحك مية بالمية طيب كنت بدي أسألك شوي أكتر على الطرق اللي بتساهم فيها الشركات بين المؤسسات المالية والمنصات اللي بتدعم الرياضيين وكيف هذا الإشي بالأردن بيأثر على نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة نحن نشتغل على إشي منسمي جاهزية الاستثمار أو جاهزية التمويل والفرق هو أنه إنت لما بدك تمويل من بنك أو من مؤسسة مالية في شوية بنود زيادة بدي يكون عندك عن الاستثمار ليشو الهدف الهدف أنه لما بدنا نستثمر بشركة بستيج معين ما ناخدها لستيج ثاني بدنا يكون وراءها صح ونكون عندهم إيش يقدروا يستخطبوا يا قروض يا استثمارات فعندنا بروغرام نشتغل على برنامج معين اللي منأحلهم لهذه الهدف يعني كثير منهم يذهبوا على بنك وطلبوا قروض ليه ما بيقدروا ممكن هو كبزنس موديل زابط بس أنت ما عندك استري تكون شركة لها ثلاث أربعة سنين بس ما عنده وراء لا عملي أودي تشتغل ولا لعندها ولا تشتغل هيك نص الفواتير مش مدخلة كيف البنك يجب يعطيك فهذا البرنامج نساعدهم من أن نستطيع استخدام استثمار أو تمويل وهنا يتحدث عن مهم أن مرات تأخذ تمويل من بنك أرخص لك من مستثمر لأن مستثمر يأخذ حصة من الشركة التمويل يجيب ووضعك منيح هذا اليوم كل المؤسسات المالية تظهروا على هذا الموضوع كيف نحن نتعامل مع هذول الرياضين اللي بيكونوا أعمار الشركات سنتين وثلاثة واربعة كيف نستخدم هم زبطون لوراقهم هذا هو الحل لا دائما أقول أن أغلى شيء يمكن تعطيه هو يعني أغلى شيء تعطي نسبة من أسهم الشركة لكي قيمتها الفعلية مع نجاح المشروع رح تعلى وتعلى وتعلى فأكيد هذا مهم ومعظم البنوك المؤسسات المالية عم تطلع هلأ أكثر وأكثر على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة كثير أكثر من مكان قبل الأجند هلأ كل مشروع عنده يعني أولوياته ممكن شريك استراتيجي يدخل مع إشياء تانية يفتح لك بواب ينظم أمورك بس مضبوط يعني الواحد أنه يتخلى عن نسبة من الشركة لازم يكون يفكر فيها مليا أنه بالضبط شو طالع لي بمقابله ولوما بتشوفي هاي الأشياء بطبيعة عملك أنه الرواد بتشوفي هيك بسهولة يعني اسمعي بنعطيهم إحنا أمثلة على بنطلب من الرياضيين اللي فيشلوا يجوا يحكوا معهم يقولوا لهم إنه إحنا هيك عمل ما هو كيف ما هو ما هو ما هو ما يسمعوا مني ضحايا ضحايا ما ما بصبط فبني يجي منقولهم بصير تيجي تحكولهم رح ياخدوكم كتير أكتر بجدية مما ياخدونا فلما يشوفوا حدا وقع وحدا بقدر يحكوا معه بيحكي نفس اللغتهم يكون يا تقني ففهمين عبعض بيحكوا مع بعض بيعلموا بعض ليه دائما لازم نجيب اللي واحد اللي عمل ويحكي معهم كمان أن نتعلم من الدروس الثانية فهذا I think هذا أكتر استراتيجية بتزبط أنك تجي بيهم يحكوا معهم ويقولوا لهم إيش عملوا غلط وكيف يقدروا يتفادوا أنا ما برب بس مش معظم اللي بينجح ويكونوا واعين مره مرتين وثلاثة آه آه بس بكونوا ناسين أو تعلمين يعني بس لا بس انه التكرار بعلم مية بالمية طيب فهيك نخلص بريكاب سريع مع المحامي تعنا أو حدا عم بيساعدنا بأمورنا المالية وبنفس الوقت احتفاظ الوراء اللي حتساعدنا نبني ميزانيات ونرتب أمورنا المالية كتير مهم انه نستعين بالشبكات اللي احنا نعرفها أو حوالينا عشان نقدر ناخد النوليج أو النوحاو وداما نتأكد انه فيه كتير منصات أو أفراد بيحبوا يساعدوا بالذات الرياديين الشغفين اللي عندهم أفكار حلوة فما يعني الواحد ما يستحي يطلب أو يسأل ودائما يسعى 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 وكتير مهم بالنسبة للأمور المالية من أولها نوظف محاسب ننظم أمورنا المالية بالذات كمان بالنسبة للقانون ما نفوت على شغلة إحنا هيك غفلين نكون عارفين شو علينا عندما يأتي مثلا الأمور بين الشركاء شو هي غيات الشركة شو الالتزامات الضربية علينا فتنكيو كتير على نصائحكم اليوم شكرا للمشاهد اشتركوا في القناة من قبل اشتركوا في القناة